قبل انتخابات 12 ديسمبر الفارط كان الجزائريون على موعد مع صدور أحكام قضائية تدين مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال الفاسدين اليوم وبعد انتخاب رئيس جديد يأمل الجميع باسترجاع المال المنهوب خاصة وأنه جاء ضمن تعاهداته العامل اللي لعب ذور كبير مع سيد عبد المجيد تابون هو أنه تعهد بأنه يسترجع الأموال في الخارج من جهة تعهد أنه عنده الميكانيزمات والأليات اللي راح ينعش الاقتصاد الجزائري من خلال سوق المالية من خلال يعني رفع الضغط عن الخزينة عامية استرجاع المال المنهوب ليس بالأمر الهيئ لكن ترسم الأحكام الصادرة من القضاء وجعلها نهائية سيسهل من مهام الحكومة القادمة عندما يصدر القرار النهائي ويكتسب حجية الشيء المقضي فيه يصبح للحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع أموالها التي تم حجزها وقلنا عندما صدر هذا الحكم قضايا قلنا شيء رائع لماذا؟ لأنه لم يبقى على الشخص بل ذهب إلى الدرجة الرابعة وإذا ذهب حتى إلى أصول الأصول والفروع 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 إذا كانت عن الممتلكات لا يستطيعون إثبات من أين أتوا بهذا الممتلكة اجتثاث منظومة الفساد أساس لاسترجاع المال المنهوب وهو ما يستدعي التفكير في تعديل النصص القانونية وتبسط الإجراءات القضائية حين الحين لما تصير هذه الإحكام القرارات النهائية وبتا أنذاك سيكون حديث آخر ربما ستتعدل بعض النصص القانونية ربما أقول حتى ربما ستبسط الإجراءات المتبعية من القضاء انطلق العد التنازلي لتنصيب تبون رئيسا للجمهورية لتبدأ بعدها مسيرة الإصلاحات وتصحيح الأخطاء والبداية ستكون باسترجاع المال المنهوب ترجمة نانسي قنقر